مرحبا بكم مباشرة من نواحي مدينة خريبقا بالضبط من بوجنيبة مرحبا بكم مباشرة من نواحي مدينة خريبقا بالضبط من بوجنيبة مناسبة اليوم العالمي للمرأة قصة كفاح امرأة مشاهدين لكتطيب الخبز وتخرجوا هنا في الطريق لكتطربط ما بين بوجنيبة ومدينة خريبقا نتمنى كل متسبيعي قناة شوف تيفي انهم يسمعوا القصة ديالها وانهم يشجعوها وانهم يتعاونوا معها فمرحبا بكم متسبيعينا نسمعوا القصة ديالها المرأة المكافحة اللي كان هنيوها اكيد وكانوا وقفوا لها وقفة احترام وتقدير المجهودات ديالها اللي كتبدل اكيد من اجل ولدتها وللاشارة مشاهدين فهي امرأة حامل ورغم ذلك وقفة وكتكافح بش توفر القوت اليومي لها ولولدتها ربي يحفظها وربي يعاونها اكيد كتشرف كل النساء المغربيات فاقول واكرر دائما نقلف لها وقفة احترام وتقدير خوتي اليوم كتعرفوا بان هاد الايام كي لبرد هاد السيدة كتوقف دائما في هاد البلاصة هادي ما كي يعني في البرد عليها شتى عليها شمش عليها من اجل باش توصل هاد الخبيزات لهاد المكان هاد باش المرة تقدر تشيري من عندها وتقدر توفر تقدر توفر يعني للقوت اليومي لولدتها مرحبا بكم اختي تفضلي اختي شديهم بيد واحدة عرفنا بالاسم ديالك والحالة اللي اشتماعية ديالك مزوجة واذا تتخربين من ميكرو عندك؟ الاسم ديالي نعيمة نعيمة حديدو نعيمة سكنة ديالي كان سكن هنا خدمة مع الناس ما عنديش سكنة كان خدمة مع الناس كان خدمة في الكواراق وبالنسبة لي أنا مزوجة وعندي بنياق وجوج وليدات وكان خدم عليهم كان ديرات شد الخبز باش نقدر نجيب العيش لولادي ايلا ما خدمش ما نقدرش نعيش ما نقدرش نوكل وليداتي ما نقدرش نوفر ليهم اللي بغاو أخا ما كان وفرش كل شي اللي بغاو نحن نعاونهم بيها والحمد لله وهذه الحياة من تربيتك تتخضر ذلك؟ يا الله دابا بقى ثلاثة شهور في الحلقه أيها كيف أخدمتك؟ نعم كان خدم في كل شي الكواراق كان شارعما كان بنسبة للمعنى كان عدة الناس البحيد أصدق нять الناس للمسكن يعني هذه المسكنة لين يعطون سكن يعطينا سكن يجب أن أتحقي كل الأسفل وفزن أمام العامة لا يجب أن يجب أمام العمال يجب أن تكون أحد أمام العامة يجب أن يجب أن يتجلس بإعادة على مناسبة لا يجب أن يجب أن تقلس لأن تتتخلص بإنتهاء الله و هذه الفلسهات لا يتم emis لا يمكن أن نتعاون مع أولادي لكي لا نعطل الناس باقين يتحدثون عندك نحن نكمل الله أحفظكم كيف جاءتك الفكرة أنك قلت بطل تجور كيف جاءتك الفكرة جاءتني الفكرة لحقا عندي جوج عمليات خاصة نديرهم وطالب لي من يولو عشرين لا نستطيع أن نتعاون 50 ألف ريال لا نستطيع أن نجمع 50 ألف ريال لا نستطيع أن نجمع 50 ألف ريال ونطلب السيد معه من خدامين يتكلز ما يخلص عليها يبقى يقطع عليها هذا هو الذي يجعل الخبز لن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع العملية ونستطيع أن نستطيع العملية ونستطيع أن نستطيع الولادات لا يوجد أن يكون لهم وهذا هو الذي يكون ما يجعل الخبز؟ كيف أشلتك المرة؟ لو قد ينالك يقضون أكسين ونحترموني ويحترموني وحوبي أن يتطيع أن يكون لديها من أجل وعندما يترق وحكي أتجاب ضوطج ونستطيع أن يكون أيضا photo ونستطيع أن نزل ونستطيع أن نعيز ونستطيع أن نزل ونستطيع أن نصف الحمد لله ربما يرى الناس يستطيعون خبزة ومن يرى حالة لأنا سوف يجد خبزة وكان الناس يركز وعندما يضعون خبزة 20 درهم فأنت أخذ الخبز ولكن لديت خبزة ولكن الناس تركتها وكان الناس يجدون يجب أن يتركوا في قصة الله والحمد لله كانت تعامل مع الناس خطيرا ومحتار مني تهم الله يجزيهم بوه الخير ما هو أنت تبيع الخبز؟ نحن سنريال الخبز هل تعجني هذا الخبز؟ هل كانت نوت مع الفجر نتواء لم تبيعه؟ هل أنت لم تبيعه؟ هل كانت خطيبه يعني؟ نهل العودة أين نعود؟ يجب أن نطيب الخبز من الاشتراك بالفران فران ونطيف فيها الخبز لا يريدون الناس أن يطلب الخبز لأي نور لا يريدون القيز كان يجب عليها إقبال ونجر بالنسبة لأي الخبز يطلقني لدينا مستقبل فلن يريدون بالخبز وميادة رحمة الحمد لله هذه هي الحياة حسنا الحمد لله الزوجة تتوى باللقد ما زال في الكوارة ما زال في الكوارة قابلتها ونقص عليهم وصعها تلك كائن قلتني انا اليوم كما قلت انت امرأة ترفع لك قبعة التقدير والاحترام اكيد لان امرأة مفافحة وكتشرفين احنا كنساء شكرا ما زال بغية تكافحة من اجل الولداتك رحلتنا ليسك انتظره نقافح سوف لا تعطي الله وما كان تتدري مع الأشخاص يقولونها لا تحتاج اخراج لانتجرين الانتفاد وما استعمل اسكن لانتجريني فنقاطع نعيشهم ومتعله انتظرين ايمن لانتجرين ايمن كنت مردت درية بانتدابة عندها 13 عام مرضات ليها عندها في عمرات 3 سنين تحرك لها المخذية لها في عمرات 3 سنين وانا كان داوي فيها كان ستالف ريال كل سيمانا كيخ سنين ندخل الفرماسيان لا بغى يطلقني كريدي يطلقني ما بغاش غانش نخدم عد العيات نغسل الموعان وبالزافد لحويج باش نقدر نوفر لبنتي ستالف ريال كل سيمانا في 3 سنين باش نصيب نداوي انا كان قول غي تعيش انا وخانت عبدك شي غي تعيش بنتي كل شيء من اجل ولداتي الحمد لله ليهم خارجة بلادي حقش هذه البلاد هذه ماشي بلادي نحن نشل حمل مولي بعزاق شلوح ديال مولي بعزاق وجاي هنا يكن خدم فاتش الكوارة حقش مولي بعزاق مولي بعزاق ما عندنا نشل خدمة ناس ما عندهم مش خدمة ما عندهم مقابل هم صاف اه الحمد لله هل تقول لنخوتي المغاربة بمناسبة للمرأة مكاسحة ومكاسحة احدى محبوك ما عندهم تقول لنخوتي المغاربة والنساء والرجل كان يطلب لله يسهل على ان يمسلموا لذا كان يتمنى احضر حاجة يسر لي فيها. وكان طلب من خوتي المواطنين والمواطنات اللي قد يعوني بشي حاجة ولو اللي كان ولو اللي كان تعاون معي ونعاوت الظروف ديالي اللي قدر يتعاون معي في شي حاجة في سبيل الله. أجروا مع الله سبحانه وتعالى. وخان قند داعا معاه. ما غادش نعطيه دك شي لغة يعطيه الله سبحانه وتعالى. يتعاونوا معي. يشوفوا الحالة ويتعاونوا معي. هذا هو اللي كان طلب. ماذا عندي العملية؟ عندي العملية نولد بالفتيح ما غادش نولد عادية. وعندي قرن دابة حاليا واقفة به. حشك مقيح لي. وعندي في الكيس دار المرض. بحلق خمش دك الكيس والقرن مقيح لي. ووقفة به. دابة مني كيش دعليه. الحراق ديالي. وكنت محن. عاطيني نحيد وتهوم على الفتيح ديالي. عاطيني تتبرك الله ان شاء الله. عاطيني 19 في شهر استق. عاطيني 19 في شهر ديالي. آخر التالت. الدAME. اللهم يعني. ما غادش نجمعين مع المحن. ما غادش نجمع. في الاربع في الاربع في الاربع. ولو غى 20 ألف ولو غى 30 ألف. لا ترى عامات من هنا. غرفيني مسائل ضار ووليدات. يجب أن نتعب الولادات ونعيش أما العمليات سوف يدير خير الحمد لله قناة شوفتي في نطلب الله تعالى يعاونها وفقها لأنها منظرة من المستكفى من أجل ولداتها يحفظهم ليها ويعودها فيهم خير إن شاء الله كنت منك الشفاء العاجل يا رب كنت من الله يفكو حيلك قلت في شهر ستة أكيد ستتولدي بالعملية والعملية عندك جوج عمليات يعني العملية باش غدي تولدي وعلى حساب الكيس اللي عندك قلت تتجمعي ولكن حرم كافية مع الوقت ومع القوت اليوم حتى فلوس العملية ما كنتظنينيش أنام يتجمعوا ولكن ربي كبير ربي سبحانه وتعالى يسخر لك العبادة دياللي اللي يتعاونوا معك ممكن شونا قتل الإسم ديالك نعيمة أختي ممكن شوف الخبز ديالك لك الطيب واللي كتنوضيع لي من الخمسة ديال من الفجر يعني باش توجدي هذا الخبز تبارك الله هذا خبز من مرأة شريفة من اللي ديال واحد المرأة شريفة واحد المرأة شريفة واحد المرأة اللي ينقي واحد المرأة لمكافحة من أجل وليدته كنتمنى أخوتي من انتشوفوا بحال هاد النساء في الطريق تعاونوا معهم معانا ناس اخوتي اللي واقفين باش انهم يشريوا الخبز وانتظروا انا نسالوا تصوير فعلا والله انا كنشكركم لانا وقفته تشريوا من عند هذه السيدة ولو انكم شفتوا المباشرة وتسمعوا الظروف ديالها ستشريوا وتشيطوا وتشكروها وتعاونوا معها وتجعوا الناس تعطونا شي كلمة سيدي تعطونا شي كلمة تعطينا اختينا اخذ كلمة من عندها تفضل الحاج تفضل لان انا كنشكرك جيتي تقدم عند سيدك تغير دايزين ووقفت وانكم تقدوا شنو تقولين وشنو اللي خلقت توقف احدها السيدة وتاخدوا من عندها السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المغلقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفعد اه كنشكرك الاخ لانك مناضلة الحمد لله في المباشرة كنلقاوك اه السيدة اسمعنا اسمعنا الكلمة ديالا وفقا فينا الحال ونطلبوا الله سبعا وتعالى يكونوا شي محسنين اللي يساعدوا على هذه العملية ان شاء الله مدينة خريبقا موجودين في الناس اللي كيقوموا بإحسان وكنطلب منهم باشي ساعدوا هذه السيدة وكنشكروها هي لانك تقوم بواحد الواجيب كأم مناضلة لان الام هي كل شي الام هي ملبع الحياة السيدة كتناضل من اجل ولادها وكنتعون الجوج ديالا رغم انه توا في ظروف قاسية ولهذا كنتطلب من كل مرة اللي تيشوف هذه النساء اللي واقفات فالطريق على أصف الطرق باش يساعدوهم لانا عندهم ظروف ما اخرجوا الا وعندهم ظروف والمغربة الحمد لله كل الكرام كل احسان كل لان انا رئيس جمعية التبرع بالدم وكنشوف ناس كي يجيوا كي يساعدوا هنا في المكان شي نداء كي يجيوا باش يتبرعوا بالدم ديالهم لانا الدم هو اغلى مادة في الانسان ومن هناك نطلب دائما الاخوان متبرعين والاخوان اللي باقي ما تبرعوش باش دائما يتبرعوا بالدم لانا جميع جميع المستشفيات في المغرب محتاجين لدم وخصوصا المرضى وكنشكر الاخت المنادلة ديال تيفي سينك ديال تيفي شوف تيفي لانا في الممشيس كان لقاها الحمد لله في الطريق مع الجمعيات هذا من فضل الله وكنشكرك كثيرا مناسبة اليوم العلمة للمرأة نشكر النساء المغربيات المنادلات لانا كنشوفوا دبا الحمد لله المرأة المغربية وصلت للمناصي بعليا والحمد لله هذا من فضل الله وبالنضال ديالها لان المرأة هي الرجول سوا سوا الحمد لله خصغير لكل انسان التفاهم انساني كان متفاهم وكان صبر يكون كل شي متوفر ولهذا كنت طلب الله تعالى لانا المرأة هي ام هي اخت هي خالة هي عمه هي ابنك ولهذا كنت شجعها وكنقول لها ناضلي وزيدي ناضلي حتى تتحقي المطالب ديالك وحنا معاك وكنشكره صاحب الجلالاق على هذا الانتفاة اللي التفت للشعب ديالك على اسمي سود التلقيح التلقيح مجانا وكان اقبال الحمد لله وكان شكر السلطة لان السلطة قيمة بالدور ديالها تماما ابر خصوص بمدينة خريبقاق وعلى رأسهم السيد العامل وشكرا للجامعة نعم شكرا لك نعم اذا نعم من بعد ان شاء الله ان شاء الله نعم نعم تبارك الله عليك تبارك الله عليك التود تقول هاليا علموا باشير سبار رفيسة أنا سمعت بالله ركي حاملة الله يكسر حكبي خير على خير وكنت طلبهم مكشرة استددنا رفيسة ونجمعها كاملة والإخوة يجيوا ويشجعوه أنا كنت طلب من الإخوة المغاربة يشجعوه هذه العائلة يخدموه على والديهم وعلى ولادهم وعلى صحتهم كنت طلبهم يشجعوهم هذه العائلات أنا شجعهم حيث لا يطلبوش يطلبوا الحق سبحانا وخدامات على والديهم كنت طلب من قاع المواطنين وقاع الناس اللي كتدوز من هنا المسافرين يوقفوا ويشريوا الخبز رأى الخبز بيهو رازوين جو دمانده تولمون دو كوراجي سيقام voilà إذن بزوى دان ستين مغال سيكولوجيك وان ستين فينانسي دانك جو رمارسي الفينيما شكرا شكرا أكيد أختي كتشرفي كل النساء المغربيات نطلب الله سبحانه وتعالى يشافك ويعافيك والله يقدرك على والداتك ورزقك الرزق الحلال مدام بغيتي الحلال ربي رغضي بارك الكثير وخدش فيه قليلا راه مبارك ان شاء الله لا يقدرك على والداتك والأهم من هذا هو تنطلب الله سبحانه وتعالى مع انت حامل وكي المشكلة وكي المشكلة وكي المشكلة نداء لكل المغربيات الحرات وكي المشكلة ومكافحة لأنها تحاول أنها تجمع وغير القليل من تلك الفلوس لتوفر العملية لتولد نعود تذكير بالنسبة لرقم الهاتف نقرر الرقم ندروا تذكير بالنسبة لخطنا وكل متسبعي قناة شفتي يريدون 06 50 29 65 26 26 26 06 06 06 06 06 9 06 07 06 07 07 08 08 08 هل تريد كلمة أخرى لخوتك المغاربة؟ شكراً أشكر أختي المغاربة داخل أرض وطن وخارج أرض وطن أشكرهم بزاف بزاف لحقاش كي يوقفوا ويعاونوا باش معروفين المغاربة ومسلمين الحمد لله أشكرهم بزاف وكأنشوفهم تعاونوا مع الناس بزاف ومع المسنين والحمد لله شكراً لهم جزيلاً شكر أشكروا جلالة الملك وأشكركم أختي القناة شوف تيفي أشكركم بزاف بزاف لحقاش وقفتوا لي ورجعتوا عندي وسولتوني وشكراً لكم بزاف بزاف شكراً أختي رجعنا لك لأنك تشرفينك نحن كنساء تشرفينك مغربية مناضلة تشرفينك على مغاربة والله يحفظك والله يرفع لنا هذا الوباء يا رب وتحياتي لك أختي ترفع لك قبعة التقدير والاحترام دمتم في رعاية الله إلى اللقاء